من لم يمت بشظايا القصف والرصاص في قطاع غزة فإنه سيكون ضحية للموت البطيء متأثراً بجراحه أو جائعاً حيث لا مستشفى ولا دواء ولا مسعف ولا غذاء وذلك بعد أن أمست الكوادر الطبية تعاني من عمليات التفتيش الطويلة والاحتجاز بالإضافة لشح المساعدات الإنسانية وعرقلتها وبهذا الشأن عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن قلقه إزاء احتجاز القوات الإسرائيلية عاملين في مجال الصحة في قطاع غزة مؤكداً أن ذلك يعرض حياة المرضى للخطر وذلك بعد أن أدى هذا الإجراء إلى وفاة مريض في حالة حرجة وعبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي أوضح جيبريسوس أنه تم إيقاف بعثة تقودها المنظمة للمستشفى الأهلي في غزة مرتين يوم السبت عند نقطة تفتيش وادي غزة التي تديرها قوات إسرائيلية بينما كانت في طريقها إلى شمال غزة وفي بيان لها قالت منظمة الصحة العالمية إن موظفيها شاهدوا موظفين اثنين بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يحتجزال أكثر من ساعة بينما كان في طريقهما إلى المستشفى وأجبر أحدهما على الجثو على ركبته تحت تهديد السلاح ثم اقتيد بعيداً عن الأنظار حيث ورد أنه تعرض للمضايقة والضرب والتجريد من ملابسه وتفتيشه وأضافت المنظمة أنه في الثامن عشر من تشرين الثاني نوفمبر اعتقل ستة أشخاص أثناء بعثة بقيادة منظمة الصحة العالمية كان هدفها نقل المرضى من مستشفى الشفاء ولا يزال أربعة منهم قيد الاعتقال من جهته تحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن توقف توزيع المساعدات الإنسانية إلى حد كبير في معظم مناطق قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب شدة الأعمال القتالية وقيود الحركة على الطرق الرئيسية المكتب الأممي كشف أن هناك عمليات توزيع محدودة لتلك المساعدات تجري في منطقة رفح الحدودية فيما قال برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة إن النصف سكان غزة يتدورون جوعاً كما أكدت وكالات إغاثة أن الجوع يتفاقم بين السكان في القطاع المحاصر